المواجهات بين حزب الله وإسرائيل اتخذت شكلاً أكثر تصعيداً مع توسيع الحزب نطاق هجماته بشكل كبير وإدخاله أسلحة جديدة رداً على الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت قادته وبنيته التحتية حزب الله استهدف جمال إسرائيل برشقة صاروخية كبيرة كان أبرزها التي طالت قاعدة ومطار رامد ديفيد الواقعة جنوب شرق حيفا وهي واحدة من أهم ثلاث قواعد جوية رئيسية في إسرائيل كما أعلن الحزب قصف مجمع للصناعات العسكرية في حيفا بعشرات الصواريخ من نوع فادي واحد وفادي اثنان والكاتيوشا وفي رشقته الأحدث ضد شمال إسرائيل استخدم حزب الله صواريخ فجر خمسة لأول مرة منذ عام 2006 حسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الحزب اعتبر هجماته الصاروخية على حيفا رداً أولياً منه على عملية تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية المعروفة بالبيجر وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق أكثر من مئة صاروخ تجاه مناطق مدنية في شمال إسرائيل وأفد الجيش أنه نشر تشكيلات دفاعية في المنطقة مؤكداً أنه على أهبة الاستعداد لإحباط التهديدات وأن الضربات ستستمر وتزيد حدتها ضد حزب الله في وقت تقول وسائل إعلام إسرائيلية أن تقديرات الجيش تشير إلى أن نيران حزب الله ستتواصل في الأيام القادمة دون أن يتوسع نطاقها أكثر على إثر هذه التطورات أعلنت السلطات الإسرائيلية تعطيل التعليم في الجليل الأعلى والأدنى والجولان وغور الأردن ومرج بن عامر وذلك بعد أن أعلنت في وقت سابق عن فرض قيود على تجمعات من حيفا وحتى الحدود مع لبنان وأفاد إعلام إسرائيلي بأن 300 ألف إسرائيلي التزموا الأماكن الآمنة خلال الدفعة الأولى من الصواريخ على شمال إسرائيل التطورات الميدانية تأتي في وقت كشف مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قلقة للغاية من خطر نشوب حرب شاملة لكنها تأمل في استخدام الضغط العسكري الإسرائيلي المتزايد على حزب الله للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي يعيد المدنيين إلى منازلهم على جانبي الحدود الإسرائيلية اليومانية